صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب في القراءة العطلة. قراءة المراية اللي تعودنا عليها من الشهر الى فقطك حاليا يا برج العقرب انت في حالة الرحيل او التأهب للرحيل. ممكن تكون انت شايف ان هو ايو ايو بص يا برج العرب انت فعلا كنت بتحبه او وقدته فرص كتير جيبه. وشايف ان هو خلاك انت تمشي من هذه العلاقة انت شايف ان هو كان استقرار. كان العلاقة دي كان فيها استقرار. خلاك متعلق معاه في علاقة اا والشخص ده ممكن يكون كان بيمشي ويسيبك كتير. بالزبط كده. الشخص ده كان بيمشي ويسيبك كتير. ويسيبك بقى متعلق. اللي انت عارف. تروح يمين ولا تروحش معك. طب انا مثلا. هتخطبني اخر السنة ولا مش هتخطبني. طب انت رايح تشوف عروسها ليه ما انا معاك. كده. فخلاك مش مش عارف. هي العلاقة دي فيها استقرار ولا ما فعلش استقرار. بكل بساطة. خلاك متحير. خلاك مش فاهم هو اللي بيحصل. في ايه? انا متعلق في العلاقة دي ليه? بالزبط. هو شخص اللي في دماغه بيعمله. وخلاك هو كان بيرحل على طول ويسيبك بقى متعلق. انت بتشوفه كده. بتشوف ان هو يرحل ويسيبك متعلق معاه. وتفكر بقى. بفضل تفكر بقى. وان العلاقة دي كان فيها استقرار. هي كان فيها استقرار ممكن. او انه هو اه ممكن. يكون الشخص ده. اتكز معاه بقى. رحل لعلاقة تانية. وسابك. متعلق في ذكريات القديمة. وانت خدت قرار ان انت تمشي وتسيبه. هيباقي بقى. بجي انت رحت لعلاقة تانية. بالزبط كده. بجي انت رحت. بجي انت رحت. بجي انت رحت تجاوز. لما كان هو شخص ده جاوز. او ارتبط. حتى قلت له ايه ده. يا نهرك ازرق. انت رحت ارتبطت واتجاوزت وانا موجودة. اما انا بحبت معك ايه. طب بص يا عام. في ستين داعي. يلا يا عام. وكررت تمشي. لانه بيسيبك متعلق. ويرجع. عارف ان انت بترجع بسرعة. بتقول كلام في الهواء. واو ايهاتش. وهتقول لها ارجع بس مش هتري تصيب ان انت بتحبني. بالزبط. انت متعلق فيها. لذلك الخطوة اللي هياخدها الشخص ده. حيرجع تاني. يقدم لك. مش عرض كبير. هو عرض اه مش عايز اقول عبيض. بس هو عرض كده اللي هو ايه? ازايك عاملة ايه? يا ستين مفيش حاجة وبتاع. انا بحبك انت انت اللي في القلب. الشخص ده. وانا هتأكد دلوقت. اه. الشخص ده ممكن يكون بيضحك عليك. يروح يعمل علاقة مع طرف تاني. كاملة بقى اللي هو هتجوز. وهخطط. ويجدو قال لك والله بحبك. والله ما فيه غيرك في القلب. اه. بس. اه. الشخص ده. زي ما قلتن لك. الشخص ده هو عارف ان انت بتحبه. بتحبه قوي. وان انت من غيره. بتبقى حالتك كده. تعبان. وانت فعلا بتبقى كده. لما بيسيبك ويمشي. بتبقى مش عارف تاني. وعارف ان انت بتحبه ومالي ايده منك قوي. بتحبه. وعارف انه لما بيجي قدمه عارض هتقبله. ودايمن دايمن دايمن دايمن. بيجري. بيجري منك. بيخرج من اللاقة ويجي تاني. بيخرج من اللاقة بيجي تاني. ويقفش على مشاعره كده. وميبدكش منها حاكم. وهو. شخص ما بيبينش مشاعره قصد. بارد. شخص بارد. شخص ده شخص بارد. يتعامل ببرود. يتعامل مع المشاعر ببرود. فهو هيجي. هيجي كده بطريقة بخيلة. بخيلة معينة. يجي يقولك ازايك. والله ما حصلش حاجة يعني. انا بس يعني عيني زاغت كده على حد. وروحت اشوفه. لكن هو عرض مش كبير. وممكن يكون كلامه مش صادق. وعلى فكرة انت عارف ان هو مش صادق. شخص ده عارف ان انت من غيره بتتعبئ. وبيرجع على اساس. وبيرجع على اساس ان انت بتقبل العرض ده. صحة كده. بالضبط. بالضبط. بص يا برج العرض. انت لما يجي لك بالعرض ده. انت هتشعر هتشعر. هتشعر بان كاس الحب اللي هو مقدمه ده فيه خداعة. بالضبط. زي اللي ان قلت قوله كده. هتشعر بان كاس الحب ده وهمي. انت كداب. انت شخص كداب. انت بتفحك علي. انت بتروح تعمل العلاقات تانية. واجي لي وقت ما العلاقة تانية دي تفشل. او لما تزهق من مراتك. ترجع تكلمني بس انا مش حاسك وتقل انت قاتل عليه. عليه. فانت في قرارة نفسك عارف ان هو شخص كداب. هتعمل ايه بقى? هتلف في وشك الناحية التانية. وهتعاند. وهتوضل منتظر انك الموضوع ده يا ينتهي لوحده يا يخلص بقى خالص. بس. ده اللي انت هتعمله. لكن انت مش هتبصله. مش هتبصل المعددة. خالص. نهائي. انت عارف ان فيه خداع في الليلة دي كله. شخص ده بيجي وقت ما يحب. بيجي وقت ما يحب. بيجي للغرض. ايه هو? الله اعلم. الله اعلم. ممكن تكون يعني شخص متزود. ممكن يكون شخص متزود. لان احنا عندنا هنا اهى عندنا الامبرس. لو انت راجل فهي متزودة. اوكي? ووقت لما تزعل من جزء بتروح مكلمك. بتقول لك انا بحبك وحشتيني. وانت بقى بتروح انا كمان متاع. فانت خلاص ذهبت. ايه يا عم ده? عملت كل شوية تجيت تقدملي عرض عبيد وابل. ده واحد بيجي يهزر على فكرة. لعلمك. راح بيجي يهزر. عرض مش يبيه يبدأ كباهة فيها سمكة. واحد جاي يهزر. بتجاه تهزر. فهتقول له لا يا عم. شكرا. وتنتظر الى ان المضوع يمشي بقى مع نفسه. ينتقي مع نفسه. وانت معي هنت. هتعيند على فترة. هتعيند هتبص قدام. وعارف ان الكاس الحب ده كاس كذر. وخدع. العلاقة اه هو شايفها بينكم ازاي شايفها التور. اوكي. او ممكن تروح بيجي وعلى فين? اه العلاقة دي فيها وجع قلب. وفيها اه 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 فيها وجع قلب. فيه طرف وجع ربطال. وفيها طرف تالت على فكرة. فيها طرف تالت لمحال. وهو بيجي عندك يتشافى. الشخص ده بالزبط هو بيجي عندك يهزر. ويهرب. هو بيعتبرك ان انت الهروب. الملجأ بتاعه. بالزبط. انا لما احب اهرب اروح مسلا عند فلان. لما احب اهرب من جوزي ومشاكل العلاقة اروح اهرب عند مسلا فلان. مسلا. فهو شايف ان العلاقة دي فيها طرف تالت وهو محتار. هو محتار على فكرة. هو مش عارف ياخد حاجة. وهو عايز يخلص من حاجة. في حاجة هو عايز يخلص منها. بس هي فيها وجع قلب. العلاقة دي فيها طبعا. فيها وجع قلب كل الاطراف. كل الاطراف. انت شايفها علاقة خسرانة. ملهاش امل. بايزة. ان كل النواحي بايزة. علاقة ما فيش اصلا. مفيش امل في العلاقة كلها. شايفها ان فيها خداعة. خداعة. انت كنت بتقول لي بحبك انت كانت شغط خدعتينه. كان فيه طرف تالت. فيه طرف تالتة فيه اكتشفته او انت عارفة بقى ان في طرف تالت. عارفة ان ليه زوجة وكان بيقولك مسلا هتطلقها. هتطلقها اوش. ولا حاجة ولا اميش. فيها خداعة. نصحتك. ايه بيعيد الشخص ده عنك? ايه بيعيد الشخص ده عنك يبورك العقل? شخص ده هيجي لك. هيجي لك يقول لك اه وحش تاني. عامل ايه? ايوه. علاقة ثلاثية. اخي قلت. علاقة ثلاثية. الشخص ده مش هيسيبه بالطرف التالت لو قالك انه هيسيبه مش هيسيبه. خلاص? تمام? والعلاقة دي مليانة طاعنا في الظهر. مليانة خيانات من الاخر. بيقولك مشي. تقدم للامام. انت مقزم نفسك. انت عامل لنفسك ازمة. العلاقة دي فيها ازمة. انت اللي حاطي تتفسك في الازمة دي. واحد ومتجاوز. انا هبقى معالي. ان ما كمش هيطلق مراته. خلاص? انما بقى اجي اتسلى معاكي? لأ. ما بنتسلى اش. وانت في مدهة الطريقة هول خلاص. امشي بقى. سيب بقى امها خلاص. دافع. بعيد وقول له اش. امشي. اللاقة دي ازيتك نفسيا. ان لو استمررت فيها هتبقى كده. مش هتبقى العلاقة خسرانة. العلاقة خسرانة بالطول بالعبدة خسرانة. الشخص ده بيجدب عليك. بيقولك بحبك ومش بحبك. ده شخص بيسحر الناس. بيسحرهم بكلامه بافعاله. يدخل بقى بالدور وانجلوا وانجلوا والحاجات ديها. لكن هو في قرار نفسه مش ناوي على حاجة. مش ناوي على اي حاجة. نشوف كده يعني النهاية طبعا اللاقة دي ايه? شهر تمانية. بورقة ما يجيبك منك. نهاية جوز? اه طبعا. بص يا برج العرب. هناخد الورقة دي قصد بقى. عشان تتفقل. امشي. انهي الماضي. العلاقة دي اكس. اقفل. جايلك عرض جواز. مباشرة طبعا. وحد يحبك قابل. بالاخر. ممكن يكون انت الشخص ده موجود في حياتك وعارض عليك الحب اصلا. وانت اللي معلق روحك في علاقة بيخ. بيخ شخص يعني مش عايز اقول لك بيستمتع بان انت في حياته كده من غير حاجة. شخص مش هيقدر اصلا نجيلك. ومش هيقدر روض نفسه معك. سواء كان متزوج او غير. بس في طرف ثالث في العلاقة. ممكن تكون انت مش عايز. دي لك عرض جواز. انهي القرف ده. انهي. ارحل. شخص ده بيضحك عليك. قدم لك عرض ارفض. امشي. سيب الكوبايات. سيب لي الكوبايات كلها. عادي بي. كان كنا مسلا معاه في علاقة وكنا بنحبها ومش مشكلة. العلاقة دي بيخة. انت جالك الاربع عصيان كلهم. بيه بواخة. بيه بواخة. من الاخر. شخص ده بي كان معلقك معاه. معلقك معاه. يروح. يروح يستقر في حتة تانية. متزوج ممكن. وده المتأكده منه يعني. ويسيبك انت ما بتنامشي الليل. معلقك. مهضنك. مهضنك. ليه برجل العقل. طب وعلي يا حبيب. ضمني. ضمني ايه ده ضم في عينك. ضمني في عينك. ضمني في ايه? لا يا عام انا ماشي. شايفك عيل صغير. كلامك ما بيتحققش. بس انت بخي ده جده. كمل بقى. كمل عشانك. عشان فيه حاجات حلوة جاية هي. يلا يا عام. مبروك. يا رابب برج العرب تكون اللي القراءة عجبتكم. وان شاء الله هيبقى فيه قراءة للمنفصلين لبرج العرب في فيديو الواحد وفيها كل الاراق. عشان المنفصلين يغضو حقه. شكرا جدا برج العرب يا رب بكون قاعة.